لم يحترموا حقوق الجزائريين كم قتل من جزائري من طرف هذا النظام العسكري أرقام غير رسمية تتحدث عن ربع مليون ورقم رسمية تحدث عن أكثر من مائة ألف ولم يحاسب عسكري ولا باتريوت ولا بوليسي واحد على قتل الجزائريين كأن الذين قتلوا هم مجرد ذباب حقيقي وليس حتى ذباب إلكترون هذا هو الواقع نظام قتل ربع مليون تحت مسمى الإرهاب واجبت لكم في حلقة ماضية وثيقة استخباراتية ضباط استخبارات ماذا كانوا يخبروا المخابرات السورية كخبرجية وفق منطق تبون عن ما حدث في الجزائر طبعا تلك المرحلة يتحمل لجميع مسؤولية من إسلاميين وغير إسلاميين من قيادات عسكرية وقيادات للأحزاب السياسية وكل من كانوا في الواجهة في تلك المرحلة يتحملون جزء من المسؤولية ولكن المسؤولية الكبرى كانت على عاتق خالد نزار والعصابة التي كانت معا قد يقول لقائل قد يقول لقائل أن هذا حدث منذ سنوات تلك المرحلة عفى عنها الزمن ومضت لا لا يزال الأمر مستمر الجزائريون يسجنون يلاحقون خرجوا في فيفر 2019 ليطالبوا بالتغيير وتمت أيضا الفرصة بانتهاز دور لانتهازيين ركبوا على الحراق واخترقوه وأيضا انتهازيين آخرين كانوا يسيطروا على دوليب الدولة والتقى الانتهازي مع الانتهازي وانتهزوا الفرصة لأيضا ينقلبوا على حراك الجزائريين وثورتهم السلمية التي طالبوا فيها أو طالبوا فيها بالتغيير إذن هذا النظام الذي يحاضر على الآخرين في قضية تقرير الشعب الصحراوي لحقوقه ولمصيره لم يحترموا حقوق ومصير الجزائريين يتحدث أيضا على أن الجزائر من مبادئها مناصرة الشعوب المحتلة ويذكرون دائما الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي أوكي ترى أين الجزائر من شعوب أخرى تتعرض إلى ما هو أنكا الشعب الأحوازي شعب محتل بريطانيا التي منحت الأحواز إلى نظام الشاه الإيراني هي نفسها بريطانيا التي منحت لاحقا في الـ 48 فلسطين إلى إسرائيل منحت الأحواز إلى الشاه في منتصف العشرينات أي بنحو 13 سنة قبل ما حدث في فلسطين أين الجزائر من هذا الأمر؟ أليس هذا شعب محتل؟ أليس هذا شعب عربي؟ أليس هذا شعب ناطق بالعربية؟ لا أحد الله وهي من عليه ولا يمكن لمسؤول جزائري أن يقترب من هذه القضية أين الجزائر من كوسوفو؟ أين الجزائر من روهنجيا؟ أين الجزائر من كثير من الشعوب التي بينها منطأ تتعرض إلى قمع ومحاولة اجتثاث بل بحروب عرقية كبيرة وغيرهم 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 ترجمة نانسي قنقر